حاضرة انا بتخبط ايه شاعة هتطير حاضرة باشا عالي طب هاني بلاك تلاسوخ مولا يا باشا ايه بتتحركش من هنا عشان يمكن اجوها تاني حاضرة باشا يالله اخو بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا عملت حسبي يا حسين طبعا لا يا كاماليا وبعدين انت مش كنتي نايمة اما انا بصراحة صحت من الكتر الجوح واول ما سمعت جرس الديليفري قلت اكيد طلبت لنا اكلي يا سمونا لا يا كاماليا انا طلبت ليا الواحدي انت نايمة وضربة طبق الرنجة كله اما انت دربته معايا يا سمونا محطيش ايدك على الاتبتاعي الباب يخبط اعملي وفاجأة وطالب لي واحد تاني ثانية واحدة شاكو الواب يتاع الديليفري ما كنتيش انا خلص الاكل بالسرعة دي يا حبيب انت فئ ايه دا ايه دا ايه دا ايه دا يا حسين انت شايفة ايه دا كاماليا شايفة جواب طب لما هو جواب بتسألي ليه ولا هو راجي وخلاص انا قلت يمكن متهيق ليه فل 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 دا شاك له وريحته جواب غرامي انا كنت حسن من زمن انك بتقني يحصل انا اخونك بعدين اليوم ايجا اخونك اخونك مع واحدة بتبعك جواب غرامية عالبيت ايه جو الابيض واسود دا دلوقتي الدنيا تطورة لو هخونك هخونك عال واتساب عال فيسبوك عال تويتر شفت؟ هيبقى انت يا حسن بتخني عال واتساب والفيسبوك والتويتر اتهدى يا كاماليا عالماسة وسيبيني ااكل البيتزاب لما تبرد عشان لو بردت هفرق طبانجتي في نفوخك مش هتاكل يا حسن غلما تفتح الجواب يبقى هيحصل مشكلة ما بيننا يا كاماليا لان الجواب دا لو تقع جواب غرامي فعلا من واحدة معجبة بطولاتي هتبقى للتنا سودة ماشي يا عم القازم الساهر انا اللي هقرأ الجواب هقرأ الجواب يا حسن اقري يا كاماليا واكتشف كل اللي فيه حسن اقري انا بعملش حاجة من وراكي ايه شفايف في اول كلمة ولا ايه احذر يا حسن احذر يا حسن واعلم انك كما تدين وتدان فان الحياة يوم لك ويوم عليك وقد جاء اليوم لتنقلب الكفة وتصبح انت الخائر وليس امامك مفار مننا الا ان تحبس نفسك مرعوبا وخائفا يا حسن حتى تأتي اللحظة الحاسمة يا حسن وننتقم وناخذ بثقرنا منك يا حسن مع تمنياتنا القلبية بقضاء ايام مليئة بالخوف والرعب امضاء جماعة الرعب والتهديد يا حسن يا انهار يا سود يا ليه لمهببة يعني انا يوم ما يجيلي جواب غرامي يجيلي جواب غرامي من داعش هيا فعلا للا مهببة اخدونا جواب غرامي ياولاتي ما بتفهميش ما بتعفش تقري مكتوب عندك في الجواب دول بيهددوني ايوة يا حديبي عارفة بتهددك قصدك ومضيانك قال ايه جماعة الرعب والتهديد كماليا ات عارفة يعني ايه جماعة الرعب والتحديد يعني جمعتك يا حسن يعني انت لم تجوز علي يا ياسي يا انهار اسود دافيت تنجان هنا يا كماليا دول هيقتلوني يا لا هوي ام 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 نحن هنا ام ايا ام عالي تاخر قوي كده لين ده هارضة اه معلش اصلا هو عنده شغل كتير في الجورنان اليومين دول اصلا انا كنت عايزا يوصلني لغاية شقتي فوق أصلي بخاف أطلع السلم لوحدي هو هيوصلك الحج ده انت سلمتين و هتكوني في شقاتك ولا دعيب يا سهو لعيب ده بده ما تقول لها تبات معايا بابا ايه تبات معايا دي نوها مش نيها الولاد قاعدين ما هو لعيب مش عليهم لعيب على مامتهم اللي ابتدت التاريخ الأول و أنا نطاقتي لسه ما هو حضرتك وجده بقالك كتير قاعدين أنا ما بتعملوش أي حق غير لنكتهم بتتباسباسوا لبعض شو اللي بي ايه بصراحة احنا حاسين ان احنا عادين ترطير ايه يا بنت ده ايه ترطير وتباسباسوا ايه الأنفاص دي لسه توق ما انت واخد بالك اتفضلي اتفضلي قولي لهم بقى حاضر ما انا حقوله هو ايه الأنفاص دي ها دي تربيتي برضو أنا معرفت شها ربي اسمها بتزباتوا بعض بتسقاموا على بعض يا رجل اكمانو تقتي وبعدين انتوا ايه اللي مقاعدكوا اصلا اتفضلوا ادخلوا ناموا ادخل ازاي واسبهم هم في مرحلة المراقة المتخرة دي ولد عيب كده مامي يما مش هيمشوا بقى احنا عايزين ننام وانا كمان قصدي عيب كده يا مي ماشي ماشي انا هتلع بيتي قبل ما ولادك يتردوني ليه يا حبيبتي وانا رحت فين يعني نعم لا قصدي انا موجودة يعني مسمح لهمش بكده ابدا ماشي تسبحها على خير لا لا استني يا سيادة انا جاني معاك ولد ماما فيه ايه يا انجي فيه اللي فيه ايه انت رايح فين طالع معها والصالح عشان فيه قط يذكر كل ما يشوفها يعكسها ويتطالع في الأصنصير وانت عرفت منين بقى انه ذكر مواص كل ما يشوفها يعكسها وينونوا عليها ويفضلوا لها نيو نيو ناوود أسابهم يمشوا يا امام احنا عايزين ننام أيو الماما لحسن هما انك اكم هم ستانات بطيء ولد ماشي يا صرج ماشي انت وماي حسابكم عاي بعدين طب يلا بينا بقى أصلا أحاتحسبهم اه يلا تفضل يا سيادة اوع السلامة الله يسلمنا على مهلكم الانوعى الانوعى وبعدين بقى يا سوسو الله احنا هنبضل لحد دي انتا كاتمين حبنا مش عارفة يا حوحو حوحو الله الله على حوحو دي طلع منبقك كإني واكلة قرن فلفل حبا حوحو قرن فلفل لما يبقى يلاهل بصدرك ايه الفلفل ده اللي انت عايز تأكلهولي لا 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 انا مقصدش يا حبيبتي انا بس يعني بحبرك عن فرحتي ان انت بتدلعين ما تكسفنيش بقى يا حوحو يلا حوحو طبوب كنت ديدي ديكي لا اكسف اكسف اندي فهماني غلط انا مش عايزة عشان حاجة كده ولا كده انا بس عايزة عشان اخل بقى الصباي عشان لما انزل اشتري الدملة القطوبة الله الله بس انت ديك كبيرة قودة كده بدبلة حتتكلف يا مخيل مش مخيل ولا حاجة انا مهما جبت ديك حاجات هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لا يا دكتور من فضلك احنا ناس اكبر من كده بكتير كبرنا على الحاجات دي ايه بس انا لسه مكبرتش احنا ممكن انا العب معا من فضلك يا دكتور ايه كده وط صوتك وط صوتك انا لازم اقول له عليه اقول له عليه؟ طب ماشي بقى انا برضو هقول المدام ان انت كنت بتعاكس مرات ما غور البواب انا وليه السودك جربونا دي؟ اه اه هقول كده وحتبل عليه وحاجزه وحقول كل حاجة وحليني بقى لما تثبت انت العكس وبحشرة جنيه بس عشرة جنيه اخلي مغاول البواب يشهد عليك بحشرة جنيه بقى طيب خلاص انا دي هبتكملوا نعبوا براحتكم حبيب يا صامرة تعالي يا حاجة بصوا بقى اللي حصل النهاردة ده كان في منتهى قلة الادب احترام اضيف واجه ايوة يا موني بس دول قلنا سيادة وجده احمد مش ضيوف يعني دول قرائبنا ايوة ده سبب اكبر يا خلينا نحترمهم اكتر اسمعوا بقى اي حد يدخل البيت ده يبقى ضيف واجب احترامه وإكرامه يومي انت مش شافك كانوا بيعملوا ايه انت عاجبك شغر المهاركة اللي كانوا بيعملوها دي اسمعها مراقف ايوة ما كانش عجبني بصراحة كان اوفر قوي بس برضو ما عجبنيش اللي انتو قلتوه يعني قعدتوا تقولولهم امشوا عايزين ننام عارفين لو بكو كان موجود كان زعل منكو جدا عشان امه طبعا ايوة صح يا مامي حبايبي اتأخر كده ليه في الشغل حبيبتي عنده شغل كتير جدا في القرنان ولازم يباتع لشان يخلصوا يا مام انا مامي ما تزعلش اي ديف هيجي تاني هنعمله احسن معامل ايوة يا مامي احنا مش هنعمل كده تاني حبايبي حبايبي يلا ننام بقى هو انا مضايقاكو في السرير ولا انا لا خالص خالص طيب يلا ننام لا مش خير لا مش قريانشي مش خير لا انا عرفتي من حسن انبارح انه هو ابض على عصابة اجرامية ومعها اسلحة وبصراحة شكين يعني انهم يكونوا جمعة ارهابية لا حول ولا قوة الا بالله يا كوكي يعنى حسن كده الله يرحمه مات طيب وبعدين لو حصلنا اي حاجة دلوقتي مين هيحقنا مين هيساعدنا للحسين والله يكن رجل طيب يلا الله يرحمه بقى فدهيا يا هرب الله يرحمه ايه 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 انجيت هتفقولي على حسن جوز ياحبيبي حرم عليكي بدل ما تفكرينه في حل بدل ما هو محبوش في البيت وعسين محبوش في البيت يعني مراحش الاسم لا مراحش تبتتحكي عليها انجي مش قصدي والله يمعلش مراحش بقتوله عسكري علشان يحروسه قدام باب العمار بس الحقيقة ان انا اللي بطلت احروس العسكري العسكري اللي بعتينه ما عايز حروسه انجي طب وبعدين وانتي جتي ازاي ها؟ جتك الهوى جتي ازاي؟ ها؟ لأ في انت اتراشتي؟ بقولك جتي على هنا ازاي؟ لفوني في ملايا بايدا بايدا قصدي ملايا يا كوكي اعمل ايه؟ هو والله العظيم حسين اللي قال لي اعمل كده قال لي اهلفك يا حياتي اروح قلبي في ملايا وانزلك مقبود عليكي في البوكس علشان محدش يعرفني انا خايفاوي يا حلاوة ومش بعيد علشان يسبك الدور بعت وراك شوية عيال يزفوكي ويقولولك اه يا حلوة يا بلحة يا مقم معا لباستي الملايا يا كوكي يا حلاوة ركبتي البوكس يا كوكي اه يا حلاوة وجاتي بين حد الجورنال يا كوكي اه يا حلاوة يا حلاوة انتي سوى يا كوكي ايه انتي ده انا اسفة 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 انفعلت انفعلت واندمجت ايه اللي عملتي ده ايه اللي عملتي ده ايه اللي عملتي احساس غريب كده بيقوللي ان انتي في ورطة في مصيبة مش عارفة؟ يا السلاة عندك احساس بقوللي جوزي مهدر بالقتل وانا في المصيبة وانت لفف في ملايا وانت لسه عندك احساس ان انا في ورطة انا في ورطة صحيح يا إنجي يا شمعش استهدي بالله استهدي بالله يا كوكي انا عرفة انتوا مقطعين من شجرة وما تقلقيش بصي انا يا صاحبته إنجي ما يقلقش ابدا حاببت يقلش بجد طبعا يعني انتي هتقبضي على الارهابيين لا مش قول كده يعني كان جوزك فلح لا يعني انا حقدر استضيفكم بيتي لحد ما المشكلة تتحل ايه رأيك؟ لا يا إنجي لا 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 انا عندي كرامة لا 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 يمكن لا يمكن انا منشكلة قوي إنجي بجد بجد يعني انا مش عارفة اقولك ايه على الخدمة التوضيح اللي انتي عملتها لنا دي ما تقوليش كده يا جاماليا يا حبيبتي انتي زي أختي وأكتر بس احنا مش عايزين نكون متققلين عليكم ولا حاجة اخسى عليك يا حسين ما تقولش كده وبعدين حمايتك من الاعداء والارهابيين دول واجب وطني اشكرك اشكرك يا فاندي اللي اقولي يا حسين مش المفروض إن الشرطة هي اللي بتحمي الشعب ولا العكس يا عاني ايه يا علي الشعب والشرطة ايد واحدة حبيبي بص يا علم اه انا اللي جابني هنا مش خوفي على نفسي لا انا اللي جابني هنا خوفي على أولادي وامراضي حبيبي اهم حاجة عندي في الدنيا انا عمر مهرف من عرض المعركة طول ما انا في الخدمة حلو بص بقى مراتك وعيالك امانة فرق ابتي وانت تتكن على الله على عرض المعركة اضطحهم ايه وبعدين بسم الله ما شاء الله انا شايف عيونك زي السقر حوما ليه كاميليا بتقولي ان مساعد معا يعيني جالك جواب التهديد ده وانت اه يعني بتنزل من البيت متنكر اه اه كاميليا قالتلي كده لا با ايوه ايوه قالتلي كده وقالتلي كاميل وانت نزل من البيت بتاخد كاميليا والعيال ساتر كده علشان يحموك بقى كاميليا قالتلي كده ايوه قالتلي كده ايوه قالتلي كده وقالتلي انها هي يعيني مش ملحقة على الغيارات بقى علشان يعني بقى كاميليا قالتلي كده ايوه قالتلي كده وقالتلي كده يا كاميليا أنت بتقطعيني ليه؟ أنا لسه كنت هقوله لسه كنت هقوله كاميليا بتحبك كاميليا بتخاف عليك يا حسين بعد إيه يا حبيبتي موطي يا صوتك قوي في الحكتة دي ما خلاص دي تفضح تفضح أنا تعبانا قوي يا إنجي بجلد أنا تعبانا قوي ونفسنا نمعنا والولاء يا حبيبتي يا كاميليا حبيبتي أنا حسابيك طب يلا خذ يا حسين ودخلوا يناموا في قدتنا وأنا بقى الولاد هاخدهم يناموا في قدة ميوسة يناموا فين؟ في قدتنا يا علي في إيه؟ هو أنا أكل بقصدي وأنا نم فين؟ يا علي هننام في أي حدة هنتصرف دول ضيوف يا علي إحنا بس مش عايزين نحس في الكم يوم اللي هنعضب معاكم إن إحنا عاكنلنا عليكم أو شقل بنالكم حياتكم يعني هم حيبقوا كام يوم؟ يعني كام يوم أو كام أسبوع مش عارف هيختلوني إمتى الصراحة بعد الشرة عليك يا حبيبي وعالين يا إنجي لا يا شيخة لا 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 يمكن أنت بتتكلمي بتقولي إيه؟ أنا لا يمكن أدخيل أبداً أنا وإحسيني نام في قدة نومك على سريرك على مخدتك أنت وعالي لا 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 يمكن حسين حلو أبو يا حسين سرير حلو ومسلسة ومتلاب حلو عليهم حدة لحاف حلو أول لحاف دي يا حسين طيبة صاحباتك أغى كمالي عشان تعرف يا حسين تعرف صاحبتي وجد عانتها بزمتك إنت لو مكانها تدي قدة نومك لأي حد نعم يا أختي ايه؟ 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 لو عالي دخل قدة نوم يا فرغت طبعاً ما ديفنا فوقك اهدى يا حسين اهدى مش كده ما يصحش اهدى شوية وفر التلقات دي يا حبيبي اللي اللي عايزين يقتلوك يقتلوني مين يا مامي؟ أنا أدخل ضابط في الدخلية ما حاد شقدر يقتلني أبداً طبعاً إنت مفيش أدخل منك يا حسين اتطمن أنا متأكدة من ده ما راح أشوف حاجة باسعة حلوة القدة لي يا حسين القدة طحفة كمالي ما تعمل لي قدة زي دي يا حسين في الجنة إن شاء الله مهتلس شوش زي ده يا حسين اه في الميشبش إن شاء الله والحب زي ده يا حسين في السجن إن شاء الله ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ هو عالي بيلبس ميومات في قط النوم ولا ايه؟ قص عليك يا حسين يا عيد ما يصحش دي حاجة قللي ما ايه ده؟ انا ما شفتش البتاع ده قبل كده شفت إن جي؟ غيرها البت دي وسوسها مش نظيفة من جوة بتروح تشيل الحاجات من وراي وريني كده يا حسين بس عليك يا إن جي اقول لها خديني معاكي خرابي على الشوخ للستات بس حلوة قول الميودة كمالي اه حلوة قول ما تلبس كيمو الميودة ووريها الحلاوة ما يصحش يا حسين مش وقده يا حسين عبي يا حسين ما يصحش الله احنا مش في بيتنا وبعدين في رجل تاني غريب ما يصحش يقول علينا ايه يا حسين؟ يا عالا يا كيمو راح في زبني الشقاوة يا حسين دايما على بالي يا كيمو عشمي شافك بالميود يا شو سيئين جي ايه يا ميودة يا شو سيئين جي ايه 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 يا انهر اسود فيه ايه الدرج ده في حاجات سخناها وها كمال يا حسين ما يصحش يا حسين بتفتح درج المسجد حسين عب يا عالا ايه 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 انجي ده اللي هتلاقي مقاوي. ايه. ايه صح. او مشوب بقى حاجة الباسعة. موضوع ما طلعش في المايو بس. ماشي انجي. ايه ضرفة علي ايه. بس ايه ده. ايه? زو وحش قوي في اللبس انا هرجع على ضرفة انجي. اتها تتنك البس اي حاجة. انا بحتلكك الصلاة وحشوة التنة. والله بس بقى. هلبس ده وامري جلال. ولا قلك. انا هلبس دي. اه برويتة في الوضع. حسين. نعم. اصبع على خير يا حسين. طب مش هتشوفي برويتة. شخرة كمالي. شخرة كيمو. ايه ده انت هتعمل ايه? بتعت نمع على سريري. اه هنام. ده حلو قوي. اه ده حلو قوي. اه ده حلو قوي. اه ده حلو قوي. لاو النابي. لا انا محدش نمع على سريري. عمي يا سولي. مامي قالت ان احنا لازم نحترم الديو. الديو في عالحيني وراسي. احترامهم في اي حاجة. الا ان هم يناموا على سريري. وانت عرف كده. ما عليشش يا سولي نستحمل بقى. حس بقى كده عنام جنبة. ايه ما. انت بتعمل ايه؟ عنام جنبة. لا. مش بحب حدي ينام جنبي. لاو النابي. ايه. ولا انا. ما بحبش حدي ينام جنبي. خدي حطي النظرة يا ميل. واقفلي النور. لاو النابي. على رعي المسر. السرير سرير ابونا. والديو فاتيجة تردونا. احنا ننام فين بقى دلوقت يا سولي. ما عرفش يا بنت. اتلوق فيلو النور. بقى جادكم القرف. جادكم القرف. بنيتو البلد. اللي اتقادب. يعني عرفك كده يا انجي. انا مانا وعيالي على الارض وهم يناموا فوق وضنا وعلى سرايرنا. وطي صوتك يا علي. وطي صوتك. بعدين هما ضيوف عندنا ما يصحش كده يسمعوك. عرفك لو جبتي سير ضيوف دي تاني يحرمي عليك يا مين تطلق حانا. بقى كده يا علي بتهدبني لعلمك. لو طلقتيني مش هتلاقي حتى الفرشة دي تنام عليها. كبيرك تطلع تنام في حضن السيادة أمك فوق. إن كنت ناسي أفكرك يا علي. تصدقين. والله ايه والله فكرة. انا ازا ما جاتش على بالي الفكرة دي. تحلق هنا يا علي. يعني ايه عايز تطلع عن ضمك فوق وتسيبني انا وعيالك نايمين هنا على الفرشة. ايه الأنانية دي؟ احنا مع بعض في السراء والضراء واحنا في النيلة الضراء دلوقتي. اه في النيلة الضراء دلوقتي. ايه الجموس ايه؟ ايه عاما مش تحاسب. ايه ده ايه ده؟ معلش هنياسف انا ما شوفتكمش والله. وبعدين انتو ايه اللي نايمكم هنا؟ لا ابدا. اصلي فيه تطار احتلو البيت. ايه توليه؟ لا ابدا ده بيقولك فيه اكل على النار لو حبيت. ايه انا جعان فعلا. بس انا وانا بقالف في التلاجة. لمحت حتتين كبدة كده في الفريزة. هخش اشواحهم بقى. بس انتو شميقنا الحتة دي اللي بنقينها بازاي. لا ابدا قصة احنا شارين الشقة دي كلها وقولينا مزاج ننام على الفرشة دي. اه وبعدين احنا بننام هنا في الشتاء وبنصاي في الناحية التانية. اه يا ولدين ايه؟ اه يا علي ابني لازينا. افكارك غريبة غير الناس كلها. بس انا خايف لنكون متققلين عليكم. اخصى عليك يا حسين ما تقولش كده ان انتم نورين والله. ريحتي قلبي والله هينجي. كان جبل على قلبي منزاح. الحمد لله ان احنا مش متققلين عليكم. انا في الماضي بقى ها. باعرزنوكم. لا ده مفيش دمي بقى. انا راح عند امي. علي. 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 لا دي طول عمرك بارد. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قلبي بقلبي طبع الحلاو ده حبيب قلبي قل يا روح حطوا هنا جميلة طبع العلبة ده بان جميلة دي صباح الخير يا جماعة انتو تعملوا ايه؟ انوش صواح النور يا حبيبتي عاملة ايه؟ هنكون بنعمل ايه؟ بنفتر طبعا معقولة يا كاميليا معقولة يا حبيبتي تبعتوا تجيبوا اكل من برا يروحي وانا الى اكل مالي التلاجة يا كاميليا فتر ايه بس يا انجي فتر ايه؟ احنا برضو نجراحك ونحريجك ونفتر من برا؟ لأ طبعا دولها شوية الاكل اللي كانوا عندك في التلاجة يعني طبعا قلنا لكله معقولة خدتوا كل خزين البيت بتفتروا بيه؟ خزين خزين يا انجي ده هم شوية جبن على شوية بيد على كام علبة لبن على كام علبة مربة حاجة شقري كده شو هكتري؟ ايه ده؟ ايه ده؟ علبة اللبن دي بتاعت عمر اه ما انا عارف قريت عليها انها مخصصة للاطفال ولما انت قريت انها مخصصة للاطفال بتشرب عليها افطر الواد المسكين ده ايه دلوقتي اخشى عليكي مش شايفة بيبي فيش بيبي 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 هامي ليه انجي فتحت التلاجة لقيت اللبن الوجود فيها مش هيكفينا قلت اخد علبة اللبن بتاعت عمر واكله اللبن يا سلام ولا فطر البيبي الغالبان ايه ده دلوقتي اعملوه سندودش لانجي ولا اقولك كلمش صادلية تجيبلك علبة اللبن بدالة بسيطة ايه تstarter كنتكو فيي ده تقولي حاجة يا أمجي لا يا حبيبتي بقول الفة هانا وشيفة ما اطرح ما يصير يهري تقوله كويش يا عاليكي انتي وجوزك وأولادك يا روحي ايه ده بتيب جع ideia دي شورت الذي بتاعت عليه جوزي هتاكل من علي حي girى ايهه صح ؟ هاا بس احنا بصراحة بقى كنا جايين تعبنين قوي قوي مبارا كسلنا نفتح الشنط أنا يعني ناخد حاجة من حاجتكم ليه يا حبيبتي تكسلي ليه كنت يقوليلي وأنا ساعدك أفتح معاك الشنط بدل ما تلبسي حاجة مش جاية على جلدك صباح الخير يا مام مالخير يا مام صباح الخير يا حبيب مام مامي ما تعمل لنا فطارة على بل ما ينبيس عشان نروح المدرسة معلش يا حبيبتي الفطار بحي خلاص حاب قديكي فلوس تبقي تشتري عاي حاجة تفطاري بيها من المدرسة مدرسة هي يا إنجي الساعة 10 ينهار يا سود الساعة 10 المنبيه ما دربش لا درب بس أنا أفلته لقيته الأخي مني شواء أنا بافتر فمعرفتش أراكز أفلته داشداشته كمان أصلت المنبيه ليه أنا ما عليك ودرب الساعة 6 ونص وإنت أفلته وأنت بتاكل يعني بقى لك 3 ساعات ونص بتاكل 3 ساعات ونص يا رب يا حسين يا رب يا حسين تزور وأنت بتاكل مالخ مالخ حسين حسين مالخ 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 بقولك يا إنجي هو أنت يا علي هيوعد عدمانطل حد أمتى ما عرفش يا كاميلي بتسألي ليه أصل يا بصراحة يا إنجي ما بحبش أقعد في البيت مككتفة باللبس ده أحب يعني كده قاعد على راحتك قاعد على راحتك آه يا كاماليا إذا كنت أنا صاحبة البيت ومش قاعدة على راحتي تقوم إي أنت يا عايز تقوطي على راحتك؟ إيه يا إنجي؟ إيه يا إنجي حبيبتي فيه إيه يا روحي؟ إنت جوزك مش موجود إنما أنا جوزي موجود أيها يا كاماليا بس علي ممكن يفتح الباب في أي لحظة ويدخل ينعرسه ودي ينعرسه ودي أنت الجننت يا إنجي علي معه نشخة مفتاح الشقة؟ أيها تخيالي تخيالي نبعه نشخة مفتاح الشقة اللي هو عايش فيها؟ إيه يا بتاعته؟ لا 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 يا إنجي ما ينفعش الكلام ده خالص بقولك إيه؟ أتي تقدي منه المفتاح آه يا حلاوة يعني إنتي عايزاني أروح لجوزي وأقول له إديني نسخة المفتاح علشان أديها الجوز كاماليا علشان كاماليا طهد براحتها يا علي؟ لا يا إنجي إنتي تجننتي إنتي غريبة قوي يا إنجي ما ينفعش ترعي تقولي كده لعلي أنا بصراحة كسر لا أوجدش كسوفة قوي وما أنا أقول له إيه؟ بصي إنتي ما تقولهوش حاجة أحلى حاجة تسليتي منه أسليته منه؟ إنتي بقيت أوفر قوي كاماليا أوفر في طلباتك وفي كل حاجة أنا تخنقت أخصى عليك يا إنجي خنقتك حرم عليك يا إنجي لا لا بجد زعلتيني ده أنا حتى لسه ما فتحت الشدتي ده أنا ملحقتش أقعد عندك يوم لا يا إنجي أنا أخذ بعضي وأمشي هو الإنسان إيه؟ يعني غير شوية كرامة هأمشي يا إنجي، هأمشي ولو جرأ لي حاجة أنا ولا أولادي ولا كنت يزمر فرقبتي لا يا إنجي زهرتيني منه خلاص بقى، خلاص بقى يا كاماليا خلاص خلاص عبتي علي خلاص… خلاص أنا لو مهنة أمشي والإنسان إيه؟ غير شوية كرامة أمشي يا إنجي أمشي؟ ايها إنجي؟ بحظر معيكي، بحظر معيكي يا كاماليا دعوة المفتاحة حاضرة حصلته منه طب ألاقيش بقى عنديك حاجة قط آآ عندي كومبليزون مؤور ديكول أهو يحسي بيها بيدك ماشي أهو خمسين زائد خمسين يساوي سبعمائة سبعمائة إيه؟ مية هي قدام عينك هي مية هي دي واحد ولا سبعة دي دي خمستاشر عرفت بقى أنتر لغلطاني أيوة أنا آسف حقك عليها أنا آسفك السلام عليكم سائل خير وعليكم السلام يا مساء الهنة والفل يا مساء السعادة والجودة والجمال والحلوة كلها طلبات كل يوم يا بنت سعديني لا عايزة كل حاجة واختها زي بعض الطق طقيل عناية لأي اختهونتوا قال كنت جفتني ولا إيه لا يا حبيبتي هم نفسهم هم هم بس ما يعرفوا الغر حكتين باب التلاجة وباب الحمام يملو ويفضو يملو ويفضو يملو ويفضو وأنا والعيال يعني محتسين مش لقينا حاجة ناكلها يعني قلت نزود شوية يمكن نلحق لقمة ولا لحصة جبلة خي لا 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 بجد لا يكون فعونك يا حبيبتي والله سعبت علي قوي ربنا ربنا يزودلك ضيوفك كمان وكمان فيه أي يا شعبان انت كده مش بتدعيل انت بتدعي علي انا لا دا ولا دا انا بدعي لنفسي انا واهب حبيبتي انت واهبها حبيبتك ازاي بقى ان شاء الله علشان كل ما ديوفك تزيد وتكتر كل ما ديور جداية ميلي فلوس كوام 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 وذا كمان وذا كوام 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 و وذا كمان كوام كوام ونبقى أغنية أكثر محنا أغنيية كوام كوام تحيذية معلّش يا شعبان معيش كاش افضأ بقولك كوام كوام ايه دي أجي تلفذا بخدي يا حبب بتتدخلي الباسورد ب blessnow ادخي الباسورد? هنا؟ الملافذسة؟ طبعا بس مصقفة ولغمتك يا هبة سلام خد هنا؟ أه ألو؟ وصل؟ قالك وصل؟ أه أه وصل زحبت؟ زحبت هاتي حبت هاتي متأكدة أن الفلوس جد؟ أي واستنى تفضلي هاجي ريسيتو سلام طيب ريسيتو بالعافية بقى ياريت تخلي مغوري تنعلي الحاجة على فوق ماشي بس كده هزود إكسفينس إنشبانتك أي حبابسي؟ هزود المصاريف هل تفهمش إنجليزي ولا إيه؟ أه لا حاضر طبعا مش عالفيسا؟ أه طبعا بص ياس أنا بصراحة لأقلت البسور أه لا براحتك خالص زوية دي اللي أنت عايزاه ماشي يا حبيب سلام عليكم سلام أنت متأكدة أن الفلوس جد لنا؟ طبعا يا ابني دي خلاص دخلت عزله 900 حبيب قلب يا بيفو بقولك إيه؟ لا أنا مش عايزة أعرف أنا عايزة أقولك أنت على حاجة المكتب ده له حرمة إزاي تقول لها تدخل وتقعد من غير ما تستاذنيني؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ماما علمتك كده؟ بلا لا ماما؟ ببا علمتك كده إنك تأكل نأكل ديوف؟ طب ما أنا عامل إيه؟ ما أنا جعين قوي وبعدين أنا صاحب بيت وبعدين امتا أكلت تنت كاماليا وحور ويحية وقلتنا احنا بعدين بعدين امتا دا؟ مش تنت كاماليا وحور ويحية دو والضيوف طيب الضيوف ياكلوا الاول وباكدها اصحاب البيت ناولين بقى ايري في البيت الهناك ده وانتا روح ناوليني الحركات الهناك ده ايه دا يا حسين ايه بتاكل في صفرة التجربة الدينماركية ايه دا كله ايه دا انتي خطي بالك بس انا بحب قلدهم قوي في ماشهد الاكل الاستاذ يوسف معادي كان كتب صفرة الجنة تسلم ايده عليها والله اه تسلم ايده طيب وبالنسبة لبرنامج مطبخ الهنا اللي ورده بيعمل ايه هنا واحنا في اخر الليل مهم دول بيعملوا يشواء التواجن هاخدوا معي قط النوم عشان ساعات وانا نايم كده باقلق باجعان او ملاقي الطاج ناكله على طول بيتاكل تواجن وانت نايم؟ اه احاول ولا قوتة الا بالله تعالوا يا بلاتان تعالوا الاحسان اللي اموت زومبي ده من كلكم منك لله منك لله يا حسين منك لله يا كامل يا كلين كتب اختفت ايه يا حبيك اختفت واقبت اعودك يوم والله يبقى لي اكتر من يومين في واجع القلب ده يا حبيب التلبي يا انجي الله يكون فعونك يا حبيبت مش عارف اقولك ايه انا والعيال مش عارفين لا ناكل ولا نشرب ولا ننام ولا نخش الحمام لبو اخزة ولا اي حاجة وعلي الندل طلع السيادة مفوق تبو مالو بقولك ايه بقى طلع انت كمان هنضم مفوق وهودي على نفسهم يا سلام اه يا اختي انا والسيادة مع بعض تجازر اه حبيبتي انا والسيادة ما نفعش مع بعض خالص ما بنقفش على بعض لا وبعدين عارفة لو العيال تلعولها اه شا عايز اقولك هتترودهم هم وعلي برا البيت يا ساتر يا ربي يا ساتر ايه ده ايه الندالة دي ياه طب هتعمل لي اي يا حبيبتي اقولي لي ايه العمل هم 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 اه العمل او انا عندي فكرة كده يعني يعني بفكر فيها قولي يا حبيبتي اقولي هي فكرة لطيفة يعني معقولة مجدية طب قولي اروح قولي خلي راحتك بعد اذنك بعد اذنك يعني يا جوجو بفكر ان انا انا والعيال يعني نيجي نعود عندك هنا يومين كده لحد ما يمشو هم اه اه ايه يا حبيبتي تعالي فان تش سامعيني يا لم تسمع نيجي نعود عندك هنا في البيت انا والولاد لحد ده ما كاميليا وجوزها يمشو كده عندي مين يا حبيبتي عندي مين عايز تقاضي عندي مين عندنا يا حبيبتي طبعا بصي 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 خلينا حبايب وصحاب اه انا بقولك ايه ساميل الكبل في السن وانا علواشة كده اكبر في السن زي ايه فاشر انتي ده انتي فلت الفل ولا ولا ومش هتعاضي برضو عندي انا مصيبين الكبلنا في السن وبنحب نعيش كده في هدوء ما بنحبش الدوشة ابدا ولا الزيتة حوالينا الله يا سلام وما الفنيين نادلة جير اللي عقلتي هالي من شوي يعني كما قال احد الحكماء عيش نادلة تموت مسطور صباح الخير اه انتو التلفزيون ايه فاني ما احنا على هوا خير اه اه خير اوي خير انا عايز اشارك اه بطريك عارف الموضوع اللي بنكلم مش مهم مش مهم خالص الموضوع اللي انتو بتتكلمو فيه اه الحقيقة انا عايزة اتواصل مع اه جماعة الرعب والتهديد اللي بعده جواب بالتهديد للزابط اللي اسمه حسين يا مات يا مات يا مادم ما ينفعش كده احنا على هوا اه وميلو ده حلوة قوي ان احنا على هوا في الحقيقة انا عايزة اقولهم يفوقوا لانه هو قاعد عندي في البيت حسين وكمل يا امراته وبنتهم حور وابنهم يحيا وبعدين انا ساكنا هنا في الدور الاول عند اولاد النازر السوبر ماركت بادارة شعبان وامراته هبة وبنتهم مالهاش لازم اغير ان تخته شعبان وامرات معاهم كبير كما ده ما يصحش كده لا يصحي يا عبيبتي يا صحي يعني ايه ما يصحش ايش معنا يعني هو يصح ان كاميليا تلبس امساني منهم بداعتي وبعدين حسين مخلص على الاجل اول باول وعياله بقى محتلين الوقضة بتوعياني والعيال بيناموا على الارض تعرفين ايه بيناموا على الارض لا مش حاسيب المايت بقى كلا ما اقولهم على فكرة احنا بستمينكوا تيجوا تقبضوا عليه وتشوفوا شغلوكوا شوي حربة عليكوا انتوا ضيعتوا سمعة الارهاب ضيعتوا سمعة الارهاب فوقوا بقى الارهاب مش لعبة اتفضلوا ما اصلا جيبت سلام عليكم خيانة شفت صاحباتك كاماليا شفت صاحباتك عمد فيه ايه بتبلغ عني اهدى بس يا حسين هنعمل ايه بس مش ديش اقتها وربنا ما هدخلها بيتها ده تاني وهشمع لها البيت ده كله بالشمع الاحمر بابا احنا عايزين نقولك على حاجة قول في ايه احنا يا بابي خايفين احسن تضربوا ما انتوا لو ما قلتوش انا هضربكم برضو اهدى اهدى بس يا حبيبي اهدى يا حسين قلتلك مية مرة خلي الولاد تحبك شايف شايف خايفين منك ازاي هتقلتلك عماليا هتقلتلك يهدى ما عليش يا حبيبي اوما الحاضر ماشي اهو عايزين ايه قبل ما موت ومش هعمللكو حاجة وحيات ابو زحلف والله احنا عاملكو حاجة بصراحة يا بابي احنا اللي كتبنا الجواب بتاع التهديد وهدناه قدام الباب عشان تشوفه انتوا يا مهربوك يا سود ده انا كنت هعمل على نفسي وانا بقرأ الجواب وعملتوا كله ليه؟ ما انت يا بابا مش بتعمل حاجة غير انت بتخوافنا فقالنا انخوافك مرة عشان تحس بينا اه يا اولاد مين الحسين ميجي عموماً يا اولاد انتوا دوتوني درس عمري ما هنساها في حياتي وبعد كده مش هعمللكو حاجة تاني ابداً ايه ده؟ حسين؟ ده في جواب؟ لا ما تهزروش تاني بالهزار التقيل ده اه والله ما احنا يا بابي احيات ازاي نحطه احنا عادين قدامك دلوقتي؟ صحيح احياتي تاني اقري الجواب يا كاماليا بسرعة حاطر حاجة يا حبيب احياتي احياتي تالت فيه ايه؟ دول بيهددوك يا حسين انجي عرفتهم مكنك يا حسين صوت علي يا كاماليا يا لولي ممي يا قال هو هتنا يس أخيرا خارف نحن يا الحمد لله شوصي بقى اني فكرت جابة تحديد ده جابة نتيجة برافو عليك برافو عليك يا سمورة فكرة عبقرية أنا اللي صيغت الكلام إيه رأيك؟ صياغة ما حصلتش أنا صيغة كبير قوي قوي ما فيش قصيغ منك رغبة ريحة في شقة كلها عشان إيه؟ ما نعملش في زيتها هنا عمي طيب بقولك يا سمورة أنا بفكر إن إحنا يعني إنه هارفن بات عندكم كمان لإن شقة مهدلة قوي وعلى ما جيب حتى ينظفها وكده نعم أنت بسليمي بسم الله الرحمن الرحيم ومش سمورة كان واقف هنا يتبخر ولا إيه؟ قفف وشينا أول ما عارف إن كنت عادة باتة عنده تاين صراحة عنده حق يا بخت منظر وغار خرجوا اللي عيروح شرمي الشيك في الصيف يجيب لألف وخمسمائة جنيه ويجيب موفقة ولاية الأمر يلا بنت بايباط أمتي مش هتطلعين رحنا معانا ليلي؟ لا أنا هتطلع جزر المالديب ومومي بوبي في شهر ستة وهتطلع جزر الهواي في شهر سبع وجزر الكناري في شهر ثمانية وبالنسبة بقى شهر تسعة شهر تساهر جايل ما انترسل أمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم هنروح الغرداء إيهدى أنتوا مش هتروح أسبانيا ولا كاليفورنيا لا إحنا مش بنحب نضايع الأجاتف المواصلات والطيارات يلاّا ما يباع علشان شكله كده الباص عيسيبنا ويمشي إيهدى أنتوا بتروحوا بباص ما عدك همش عربية يعني على فكرة إحنا بوبية عنده عربية ومومي عمّا عربية بس أنتوا ما عدك همش عربية بسواق مخصوص أوانس إلا عندك هم عربية بسواق مخصوص أياوة عندي عربية بسواق مخصوص لا والله إيلا إحنا عندنا عربيات بس يعني لسه ما جبناش سواق للأسف تبقوا مش من مستوانا لا حاول ولا كوتي إلا من لا إيلا إيش اللي إحنا عايشنا دي زي مش هندانا سواقين أنا زهقتها من مدرسة قوي من نفسيتي محبطة ليه يا ماي حس إني فقيرة وأقل واحدة في وسط صحابي عندك حق أنا كمان نفس الإحساس بحس إن أنا أقل واحد فيهم شفت العربية في سواقين اللي بتيجي اللي وجيلي كل يوم من مدرسة توصى لهم إحنا لازم نطلب من مومي تجيب لنا عربية في سواق زيهم وأنا كمان هطلب من مومي نهاية تجيب لنا عربية بس من الغير سواقش أنا لها سواق سواق زيهم أنت مش معك رخصة أنا لو اتمثلت أو حد طلب مني الرخصة هكلم قمك الحسينة خليه يجي يخرج إحنا لازم نطلب من مومي تطلعنا رحلة جزر المنظيف زي ليلي وجيلي إحنا مش أقلمنا أصحابنا في حاجة عندك حق إحنا أصحابنا مش أحصل مننا في حاجة ده كل أجازة أصلا بيخرجوا برا مصر إحنا مش لازم نسكت على الإهمال ده لازم نطلب من مومي كل طلباتنا طب لو مردتش؟ نتحيل عليه طب لو مردتش؟ نكلم بابي ونشتكيله طب لو مرضيش؟ نغاية ونكتائب وندرب عن الطعام ونمتنع عن المدرسة طب لو مرضوش؟ خلاص يا سولي هننتحر إيه التشوم اللي إنت فيه ده؟ بص يا سيدي إحنا في الأول هنطلب حقنا بشكل سلمي ولو السلمية ما نفعتش معاهم مش هنلاقي غير الحل اللي إنت عارفه رغم إن بفضل الحلول السلمية بس للأسف الواضح ما فيش قلنا لنا غير كده بابا فيه بابا هي فينا يا أخو لو قل له أمي لو قل له أمريكو لا لو قل له أمي أمي كلمه يا سلامة إيه ده بابا إن شاء الله؟ مغيرتوش هدونكو إيه لحد الوقت؟ كان عندنا اجتماع أنا ومي اجتماع بخصوص إيه؟ تكلم يا سولي تكلم أنت يا مي تكلم أنت الأول تكلم أنت تكلموا أنتو الاتنين بدل ما أديكم بحاجة في المغكم طب يا مامي إحنا عايزين نطلع على رحلة مع صحابنا يا سلام، أنتو لسة طلعين رحلة إلى عين السخنة الأسبوع اللي فات بس يا مامي إحنا مش هنروح الرحلات البيئة دي تاني إحنا عايزين نروح جزر المالديف بسم الله ما شاء الله عرفتو جزر المالديف؟ ده أنا معرفتهاش غير بعدا ما تعينت في الجريدة بسنتين ومش المالديف بس يا مامي وكمان أصحابنا بيصيفوا في الواي فاي اسمها هواي واي فاي هواي مش لازم الاسم المهم إن إحنا نسافرها وإنت عايز بقى تروح تصيفها هواي ليه؟ عايز أركب البيتش باجي وعايز أتصلك الجبال وعايز أعمل دايفينج يا سلام ما إحنا كل سنة بنسافر إسبوعين شرم الشيخ وبنعمل فيها كل اللي إنت قلته ده ولكن لكم تحبونا القفار شرم الشيخ بس شرم الشيخ إيه يا مامي؟ شرم الشيخ دي بجد بقت بلدي قوي يا سلام ما لها بلدك بقى استمعي يعني يا مامي إن إصحابنا يكونوا أحسن مننا ده عادي بالنسبالينج؟ يا حبيبتي الواحد بيبقى أحسن من غيره بأخلاقه بيدرستوا يتفوق فيها بقى رياضة يتعلمها كويسة إنما مش يبص لصحابه راحوا هواي ولا المالديبس لأ قدروا اللي عندوكم بصوا لللي معاكم مش عند غيركم مش كده حبايبي ها؟ اللي بطران سكته أطران خلاص يا مامي عايزنا عربية بسواق توديني المدرسة بدل الباص عربية بإيه أختي؟ بسواق ده أنا وانا قدوكم كنت بروح المدرسة ماشي على رجليا لما قعوب رجليا تبرت ولما بويا كان مرة يوديني المدرسة بالعربية كنت بعمل بارتي والإم كل صحابي معايا وزغرت في الطريق أيامك غير أيامنا هيا غلطت غلطت يا نوابوكم مفروض كنا دخلناكم مدارس حكومة الفصل الواحد في مية وخمسين طالب قاعدين على خمسين دكا نصوم مكسورين ساعتها بس كنتوا عربتوا قيمة اللي انتوا فيه البطران سكته أطران البطران إيه؟ سكته أطران يعني يا مامي وإحنا عشان بنطلب نحسن من أوضعنا يبقى بنتبطر فين الديموكترية؟ فين حقوق الإنسان؟ فين الشيبشن؟ أهو أهو طبا مرسي يلا يلا يا حبيبي الأكل جاهز مش عايز لكم مكارونا بلاش مكارونا حبيبي فيه فراخ يلا قوم أنا لو آخر يوم في حياتي أكل فيه مش هاكل الأكل ده عنك مكلت يلا يا مية احنا ناكل أنا عايزة بيتزا يا مامي نعم يا أختي عايزة بيتزا البيتزا مش النهاردة بكرة إن شاء الله النهاردة فيه مكارونا وفراخ كل يوم بتقول لنا بكرة جيت بيتزا بكرة جيت بيتزا هاتلنا تكاوي وأمرنا لله اوعوا تفتكروا إن أنا مش فاهمة كويس قوي إنتوا بتعملوا إيه؟ ها؟ إنتوا عايزين تفرسوني وتزهقوني لحد أما أقول أمري لله واجب لكم اللي إنتوا عايزينه لا يا حبيبي ده بعدكم الأكل عندكم بره عالصفرة اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ياكل عنه مكل اللي بياكل على درسه ينفع نفسه إيه يا مامي الأمثلة البلدي دي؟ أنا بلدي؟ بلدي يا بنت علي بن سيادة؟ طب يا جبعة أنا جعان دلوقتي أعمل إيه؟ أنا غلطانة أنا غلطانة عشان دلعتكم حد ما بقيتوا تتأمروا علي كده بس خلاص مش هيفرق معي عايزين تاكلوا تاكلوا مش عايزين تاكلوا عنه ومكلتوا جوعوا اتفلقوا يا مو حرج كنت لازم تاخدي رأينا قبل ما تعملي الأكل انتو مش حاسين بالنعمة اللي انتو فيها في غيركم مش لقيني ياكلوا حتى لقمة عيش حاف تخيلوا نفسوكم مكانهم واحنا ليه أصلا تخيل الحاجات دي ونتعب نفسنا؟ لا يا حبيبش معلش قلبومك تعالي على نفسك شوية وتخيلي تخيلي إن أنا وابوكو ما بقاش معانا فلوس افتقرنا وفجأة بقينا عايشين فحارة فقودة أكد كده هو كلنا ما بيفصلناش عن بعضها حتة ملاية واموكو بقت بيعت جرجير وانت يا قلبومك هتطلعي من المدرسة وتليف فيه بمنادير في الإشارات زي ما دايما بتقولي وانت هتبقى باليا زي ما انت عايز وتتلسوع كل يوم على قفاك أبوكو بقى هيشتغل عجلاتي بس من غير عجل عجلاتي منفاخ بينفخ بس إيه رأيكو بقى هتتبستو أنا عايزكو تطلقوا العنان لخيلكو ها؟ على ما أنا أروح أستمتع بوجبة الماكارونا بالسوس ألفريدو مع الفراخ المقرمشة صونع إيديا وحيت عليّ طوز فيكو حسناً أبقى أنا أخذها الشيخ الشربيني ها تا 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 خذها يا موسيقى موسيقى انفخيات شو ما انا تعبت من نفخ يا ابا؟ انفخيات بدل منفخك المنفخ بايز هو هتقول كده يا ات ده المنفخ اللي حلتنا انت كده عايز تقطع عيشنا ده انا اللي نفخ يتقطع ده لما المنفخ بايز انفخ ببوقك لا اول نبي ايلا بوقي انا مش عايز اشتغل الشغلانة دي خلاص انا مش عايز اشتغل معايا هواديك تشتغل عند عامك هنكش المكاريكي ايه اللي هنكش والنبي ده بيه كل العيال يبقى تنفخ وانت ساكت انا بعملك زي ابني مع اني ما حبش القرابة في الشغل انا مش عايز اشتغل الشغلانة دي عايز تبقى صايح اروح امك انا بعلمك صنع عشان تعرف تاكل من اعيش طب انا عايز اصيب المدرسة حلو بلاه تعليم هم يعني اللي خدوا شادات عملوا بها ايه طب خلينا اشتغل معاك حاجة تانية غير النافخ يا ابني يا ابني ابوك عجلاتي نافخ ايه دقي بس ربنا يكربنا كده ونشتري عجلتين عشان نهجرهم بقولك يا عدا سولين خد المسامير دي ارميها في الحارة وبرا في الشارع وكربنا يا رب ارميها ليه في الشارع وفي الحارة ويكربنا يا رب ليه عشان اللي عنده عجلت فرقع ويجي يصلحها عندنا وسمحنا يا رب اعود يا رب يكربنا ابني موسيقى الخضار 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 خد لك جازر يا اول نازر اشتري لك كورومبا وفع بومبا احمر يا خضار اخضر يا خضار اصفر يا خضار ايه الخضار 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 فيها يبيت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بقاورة بتنجان ياما بتعوريه ولا بتعوريه يا اخي بيتها ياما ما باعرفش اقوره لاما انتي ما بتعرفيش اتعلمي اماما انا منزلكي تعوضي في ريحي في الفارشة ليه؟ علشان تعملي بلقماتك خلاص ياما اتعلميني اعلمك امان لازمتها ايه المدرس اللي بتروحيها ياما هو مدرس بيعلمونا فيها تقوير الكوسة وبتنجان خلاص هخرجك مئنها لعلمك بقى المدرسة دي حتجيبك وراء شايفها يا بيت؟ بواسط البرنجان الست مش هتعرف تحشير رصح يخش من هنا يبص من نعيات تانية تكخيبة بيتيك بسرعة ازايك يا أممي؟ اهلاً اهلاً ازايك يا أمم بندو احنا وليني الحاجة يا أخي حاضر يا حبيبتي حاضر سيتين معهم خلطة المخشي؟ طبعاً كل حاجة هنا في الكيس لا مياه يا أختي ايه ده؟ البيتنجان كله بايز لا ده حتى طازة ده مخروم احنا واخدينه منك كده لا يا حضرت انا شريع منك وقلتلي توريه على مرجعلك ما حصلش ما يرفعش تكون ولاية كبيرة وكذابة بيبتلك بيرة وكذابة ولاية انا طبعاً اه بحسب طب يلنا يا أختي التكلي على الله مطرح ما يسري اه بس البيتنجان ده ما عارفش هيتحشي ازاي مش لازم تحشيه تخليليه انت كده بتتريق علي ومش عاد بالكلام ايوة بطارية ولو ممشيتيش من قدامي دلوقتي هعورك بالمئواردة عشان تبقي شبه البرنجان اللي معاكي خلاص هامشي بس مش هسيبك بس مش هسيبك مش هسيبك تتحكي علي قابل فاشخة ضبك كده ليه يا اما انت كل يوم تعوريلك اتنين تلدة ايوة يا اختي لازم اعمل كده لحسن الناس تقولني ويحلوا بيك يا عناية بقولك يا بيت اعديلي مئوارك انا بقولك اهوب ده المسفاخك علي بوسجة عند الهولك يلا البصل الاخضر ورد يا نعناع خضرة للجرجير ما تنادي معايا يا بيت يا اما نفس اتقطع وعايز اروح لا مش هتروحي واعملي حسابك ما فيش مروح من هنا غير لما تجيب فلوسك يا اختي ومصاريفك واكلك انا مش هشتغل معاكي تاني يا اما انا وراح اشوف لي حتة تانية هسترزق منها ده انتي لو لقياي على باب جمع يا شيخة ما هتعملي كده في ايه يا بيت اتي يا بيت ماشي ده انا لو كنت اتعالك راجل ولا ايد ما كنتيش عملتي كده ماشي يا بنت بوب منفخ مخروم يا خضار الخضار 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 ورور يا جرجير ماشي ماشي يا بالتعالي وصا عصا عليكي بالاوي وصا حاجة وصا حاجة وصا حاجة العراض ما خزت على النهاردة اعمل لك ايه يا خويا معيالك هما اللي بيتمرقعوا في الشغل بقولك ايه احنا لازم نخرجهم من المدارس زي قلتها يا خويا اللي خدوا شهادات عملوا بيها ايه انا اقولك القالب تخرجوا من المدارس بيطلعوا يقعدوا على القهوة يعني مش هتفرق لأ من حيس هتفرق بتفرق الواد من دول لما يقعد على القهوة القهوة جيجي يقوله تحب تشرب ايه يا باش مهندس بدل ما يقوله تشرب ايه يا ستا بس الكلام ده بيبقى كلش يعيش خالص البيت مية فيه مية بلا حصرة ما تفكرنيش كتقعدة في ريحي في الفرشة النهاردة وثابتني قال ايه مش عايزة تقعد جنبي وعايزة تشتغل لحسابها راح تبيع مناديل في الإشارات واطيح وقللت الاصل طلعالك البيت دي لازم نشوف لها عريس البيت جبت بقى عندها 12 سنة لازم تتجوز قبل ما حد يتحك عليها ويغرغر بيها يغرغر بيها بلا خيبة ده اخره يتغرغر بيها مين يا اخويا اللي حيبوصلها بنت العجلات يا بومنفخ مخروم ما تلمل سارك شواء بتاعت الفجل حاضر يا اخويا حلمه بس انا بقولك ايه اعمل حسابك انا بنتي مش هياخدها اي واحد صايع انا عايزك تجيب لها عريس كده متريش فوق الستين ايوا ويكون بينه وبين الموت عاطسة انا يا اخويا تعبت من قاعدة السوق وتعبت من الخدمة في البيوت اه يا زمن هنبيع لحملة بالفلوس يا سلام يا اخويا ايه الاوفر داوة عندك مشكلة؟ لا معنديش بس نشوف مين اللي هدفع اكدر مين اللي برا دا؟ دا الوادي السيس اللي اسمه ابراهيم لاحمر عامل داكن وناوش قدام البيت ابراهيم لاحمر اش دا كان اسمه ابراهيم لابي يا بتقريبا؟ لا كان بس نبا عامل خناقة كبيرة شالف فيها كل رجالة الحارة خلان كلهم دا بقاس ابراهيم لاحمر طبو احنا مالنا ومالش شاكل برده ابدا اصدنا بعزقت كرامة اهل امراته النهاردة في السوق تشكله كده جاية بهبل زيه هنهار يسوي قلتلك بلاش بلاش شاكل مع العلم دي دي علم سو يا انشي يا انشي خليك يا اخويا خايف جوا جلابيتك انما انا بقى لا بخاف من ابراهيم الاحمر ولا الاخضر ولا الاصفر ولا كل الالوان خليك يا خويا يا حارة مفقاش راجل عايز راجل اكلامه حد ليه شوف حاجة الكازيون خالص جرائع ست عايزين راجل نكلمه كلمنا انا ماليش كلام مع نسوان وامرتك اللي انا بهدلتها نسوان نسوان واسخة بتقطع بعض انتش حشرة مراتي وهجيب حقاها وعايز راجل يطلعلي عايز راجل حاضر حطلعلك الراجل بس وفر بقى الغاز بتاعك والنار حطلعلك الراجل ترى يا حارة ايه الراجل ده كان عايز ايه؟ بستني راجل يطلع يكلمه شكله حيستنى كتير بالوقت سلم مش موجود ده مش هتطلع ترد علي يا راجل سيبك منه ده شاتمك ايه الشي دي ما بتغزن ايه ده هزن مراتك المسامح كريم المسامح كريم؟ طب انا هطلع اشلف وشه امه دم وارجع اشوف ايه حكاية مسامح كريم دي طب ما تتأخريش استدقى لسه مكالتش طيب يا ذكر حاضر يا ثابعي سخن العشعة لما جيلك الشرسة محدش يحوشني انا من شبوت حد انا اعرفهم غلطهم بس اللي هيعدي الخط ده رقابته هتوحاشوا مش عارفة يا اختي فين الاحمر اللي بيقولوا عليه ده انا سامعة صوصاوة انا هنا يا حلوة فين الذكر بتاعي حلوة لا انت مش قد الذكر بتاعي اعتبر ان انا ذكر البيت ليه هم الرجالة راحوا فيه انت معرفتش هم معلولكش لا الرجالة ماتوا في الحرب يعني انت مش اسمك احمر بردك قمال وشك اسفر ليه قلة الاكل يا ستة لا دي قلة الادب ينفع اقوللي مراتي تعمللي حلة محشة لايه عملالي بتنجم خللي اسمعوا يا نسوان اشهد يا حارة اذا كانت مراتك ستعفش ما بتعرفش تطبخ ده زنب انا قالتلي انك هزقتية يا ستة ومالو عادي نسوان بتتخنق وتتسلى انت عايز ايه عايز حقاها عايز حقاها يعني عايز تأضرابني مش كده لا لا عايز المحش ولما انت عايز تاكل ما بتطلبش الاكل بأدب ليه انا مش عايز امدي ايدي عليك عشان انت واحدة ستة لا تvaisو يا أولا لا ماندي يهاها مانو امشي ماشي يا عرت الرجالة انجلي الاسده هي انجلي الاسده هي بس بس مش عايزة قلبي الدماغ ومين ده الي يقدر يقلب دماغك يا بكل ده انت الي طبحت الاحمر وأيلا بتقدر وانت كنتفين يا ذاكر وامرتك بتتعارك في الحد كنت بس اختن العيش زي ما قلتيلي وبعدين ما سمعتنيش وأنا بشجعك لا ما سمعتش أيها حاجة غير صريخه تحت إيدي كده وهو بيفرفة عاش يا وحش بس انت دربتيك كده إزاي وهو دكرة دي لا لا سوعته بالبلغة يعين عليك خلاص بعد كده هرفع رأسي في الحارة ومحدش هيخوفني تاني بس أنا بقى حخوفك يا علي أنا اللي حرهبك إيه رأيك بقى لحد لما تشوف شغلانة تدخل منها فلوس بدل شغلانة النفخ اللي قطعت نفسك دي وإيه المشكلة يا سبعي ما انت بتشتغلي وبتصرفي على البيت ومسطورة والحمد لله بقى مش مكسوف من نفسك يا دكاربط بقى أنا طول النهار شكالة ببيع جرجير الصبح على الفرشة وآخر النهار باشتغل في البيوت علشانا أكلك انت وعيالك يا سبع ومالو الشغل مش عيب الشغل مش يوجد أنفسك شغل مش علشانة انشاء سحكون كيف ي kingdoms and bakima هناك مجلمين منديل يا مية ! لا تنقييش! تهطف أعتموه في قول بأشيش! ما تتفع vousفوا البأشيش! ما تمسح باربورك في هدوني! ماربور منن لها مسكها في هدوني يا فجنة! ما لك رأك أختيه! من قبلك بعيالك! حد اكلموا كان رجاجرجرجر! حدقلك قبل كأنك انت دمك الخفيفي انا عارف من غير ما اي حدي هوي طب انا بقى عايزة اتأكد هتعمل اي اي انا هصيح دمك الخفيفي خفيفي يلي هوين وير وير يا جرجير وارض يا نعناع ايه يا مدل المرمطك كده ممي ثابت المدرسة وانا اترفقت احسن برضو بركة النجاة منهم انا كده 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 كنت هروح اصحب ورائكم خليكم تشتغلوا بقى واتدخلوا قرش ماشي بس انا لسه ما اخدتش اللي ابتدائي وملو يا اخويا كفية عليك شهادة ربعة ابتدائي وبعدين خلاص بقى انا وبك شطبنا ما بقيناش حمل مصاريف ملهاش لازمة وانت ما شاء الله عليك بقيت منفخ قد الدنيا مع ابوك بس انا خلاص اتنفخت وخلاص هفارق كرا ايه يا واد ما تاجمد ده انت طالع وحش لامك امال اختك فين يا وحش راحت تبلع ما ديل في الاشارة ازاي يا واد تسيبها لوحدها مش خايف عليها تتخطف ولا الحكومة تاخدها لما اخد حق وحق اختي من العيال اللي عكسوها في المدرسة بيقولولي يا جرجير وبيقولولها يا فجلة صح يا واد بربو عليك ايوة كده هو ده اللي انا مخلي فيه راجل وحش مش ساوسل انا عايزك يا واد تبقى بلطاجي كده وتاخد حق اختك ماشي يا جرجير يو بقى يا امه يا واد ما هصدر معاك يلا روح شوف البت فجلة فيه بردو روح يا واد وار وار يا جرجير وارد يا نعناه اوزين لك كم يخص ما تقلبش يخطي في الحاجة ما تقلبش مش ممكن حرخب جاد كل بلا موسيقى باشا 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 ان هنا هاجاها باشا ربنا يسايل لك يا عببت تاب ممكن ج 뭔ين ان ربنا مشايل لك يا اobook تاب خد without unnish حاجية باشا تاب خد يا عببت يلا يلا يا بابا انتم باشا و النبي و اعنا بايلي ثلاث ياما عجلت و الله ولا انا كمان طفحت يا حبيبي يلا انتي يلا بقدر نرشي جنيه ماي يلا يا بابا يلا عادت و ايه يا بابا و مش عايز جيري عايز خوسة جنيه موسيقى موسيقى انا و شايفك تروح يلا بيت جاري و جبل عمود تاني قريلي على الكنول سواني يا فندم و هبعت واحد يجيب لك العمود التاني تبعت واحد يجيب العمود التاني عرفص يا عرفص يا باشا عرفص ودي اتحيل ع اسكة في نفس الوقت ممفعش كدا قدام النقى عرفص يا هرفص يا هدحمل إتنين الساعة يا باشا روح يلا بيت جاري يشوف العمود القخر لك امرك يا باشا امين حكيم فندم اعرض لي طبور العرضي بصبايا النهاردة حاضر حاضر قمتوا ولا ايه دا يا حبايبي انتو كلتوا الاكلوا كلوا ومصبتوش حاجة الكوبي؟ حاجة موصلة ان ااكل وانا لسه مش باعتش يعني عاربنا ما ناكلش ومخس ونموت؟ لا يا حبايبي انا اللي ماكلش وخس ونموت اللي بي حلوة؟ حلوة اول حلوة اول حلوة اول ايزا؟ شو لي مي؟ انتو بتعملوا اي هنا؟ مقبضة علينا انتو اللي بتعملوا اي هنا؟ جايين نجور القسم بتاع بابا ونتفسح وناكل ونشرب ونحلم ونشبع طب ونبي يديني حتة نجعنا اوي عربوك بس البابي قاليا ما تديش قتلي لحد والنبي يا ميدو حتة واحدة صغيرة والنبي حتة يا ميدو انو بك صعب ولو اني لدي مش من اخلاي ولا تنبيتي بس خلوة ميدو انت تجننت بتدينهم قتلينا؟ سيف في يد اللي انت بلعته؟ خلص والله العظيم بلعتها في بطني انتو جايين في يد انتو هي؟ ظلم والله العظيم يا بشر اواخت كان ممكن تكون مظلوم قبل الجريمة اللي انت عملتها دي ايه احنا عملنا ايه؟ اكلتوا اكل ولادي اللي هو في الاصل اكل انا يا باشا والله يا ام اللي بدون الاتل بمزاجهم ايوة الله الدول اصلا صحابنا ميدو يارا بتعرفوا الاشكال دي؟ لا خالص وكمان بتجربهم امين حكيم الملك كذبين دول في الحجز الا الحجز والنبي تمام يا باشا الاكل وصل يا باشا قلتولهم فن العمود بتاع الباشا قدون الحلة دي؟ وقالوا لي دي اخر حاجة في الجهاز اه انت واكل منها يا لك؟ اه فضل اتخيرك يا باشا يا رز حاجة يلا يا باشا يلا يا مين حكيم على الحجز حضر فنن وخد العسكري دا معاك يا باما يا فنن انت هتروح الحجز اه 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 وانت جايف ايه بقى يا عمود؟ جايف تشارلت تشارلت؟ بيه اعني؟ بقولك ايه ها؟ تشتغل معايا متساول؟ يعني ايه متساول؟ يعني شحات لك هتكوت لا 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 انا الشحاتة دي مبتقولش معايا ايش؟ انا راجل ومشتغل بعرق وإدراعي وقدر ما تقولش اك هتكوت تعجبني تعجبني الشهامة بتاعتك دي انت مينفعش معاك جرت تشتغل معايا حرامي لا 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 حض الله بيني وبيني الحرام الله 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 انت هتقيش يا هاد؟ انت هاد عالبورش يا حليتها بقولك ايه؟ شايف دي؟ اه طب ايه دي؟ دي ناخل الله عليك اطلع بقى يا ننوس عن امك هتلي منها بلحتين واني اه لا فجرة بنفعش بلح ولما تطرح هبقى جيبلك اللي انت عاوز ايه الدماغ المتكلفة دي؟ دي عجبني اه؟ بقولك ايه؟ ايه؟ شايف التلفزيون ده؟ اه مالي ام شغاله وهاتل لقناة سبيس تو عايزين كهرباء ليه؟ علشان يوصل الكهرباء يعني شايف الدماغ المتكلفة يا دي؟ شايف يا معلمي ام اتشغل التلفزيون يا اه؟ ام ام معلم حرام عليك مش عدك ده كبير محدش له فيه؟ صعب انا عليك؟ قوم شغاله انت لا يا كبير براحطة مستعرف يا ابني وشغاله إلا هتنام واعيف اللي لادي اهنا عليك يا حماسة القادة معاي جابت معاك نتيجة خد بلا عريقك بديه اللهم اهن سايب قوم يا ضرق السياء قوم يا وشغالو تخزطي لا وانت ممسوكة فيا يا ابت؟ كنت بابي اعملا دي في الاشاراء كنت بابي اعمل في الاشاراء تصابل يعني؟ يا عسل اما لأمك وابك فيه؟ ما عرف عايشة في الشارع يا يعني؟ لا انا عايشة مع بويا امي أم فينة عن امك؟ ولا لا عرف, هاي ضهيا بقى استغل معايا يا ابت؟ مش لما اخرج من القارف اللي انا في ده الاول انت ممسكة تساول يعني تخرجي بكرة بكتير وهشغالك معايا واخليكي تلعاب بالفلوس لعنى عايزة تشغالي البيت في الدعرة يا صباح حرام عليك البيت لسه صغيرة وخام وانت مالكة سيدة الصغير بكرة يكبر والخام هيتدور وهربيها على ايدي وانت عايزة انا اشتغل معاك ايه ملكيش دعوة بيها دي سكتها مش تمام سكتها مش نديفة اشتغلي معايا انا اللي لقيت البيت الاول يا سيدة وبطالي بقى تصطادف مية المجارب البيت دي ما تنفع كيش وشفيلك واحدة غيرها استنوا استنوا انتو بتتخنوا علي ايه بقولي كيه انت اول ما تخرجي تجيلي ونعمل مصلحة سارة مصلحة ايه هحلقلك شعرك زلبطة وقطعلك ايد او رجلة ونلف ساوع المتروهات ونلفلوس قد كده اللهم ما صلي عن نابل والله العظيم يا جدعانا نمي دعياني ضاير ضاير يا رياض شوف لي الماتش على اني كنات اعينها معلم حاضر هات الرمودي يا ام بزرعة كده يا باشا انت احمار يا اه ما ده الماتش ده فيلم هات رمودك انت يا ام صحصح معاي شوف كده يا باشا يا ده انت احمد ده اه فيلم بس انت هتلاقيك فكر ماتش علشان ده غريب في بيتي وهما في مرعب كورة الله عليك يا معلم يا سيد الفهمام يا معلم يا جمد كده يا معلم امسك يا انا نموت ده شوف كده يا معلم سيب دي دي كانت للتت مش شكلها كرا تتلغي بعد شوية ولك ايه امرني يا معلم شايف الوراق دي ايه يا معلم شايفها دي ايه دي نخلة يا معلم لا دي شجرة وهتجاب لي برضو منها تلات براحات واحدة صودة واحدة صفرة واحدة حمرة ايه يا معلم بس يعني دي لسه ما طرحتش هتلي من اللي هوها على الأرض هتلي من اللي هو على الأرض يلا يا عامل توا هو يا عامل معلم يا لها طو بالا لا 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 استنى هقولك الروس لي راسي ببالة الروس يا معلم انفع الشكل مش هينفع الروس يا عادة شوف عضلاتك وايه بتتهز ده لابا المعلم معلروس باروس المعلم معلروس بايه؟ طرق السجمية ميل يا أم؟ هميل معي حاجة شجوه رجالة يلا 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 اهو 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 ألمان odpowiedى اهو المان هو اعطي راحي كن يا بيبي كن يا حبيبي افضلوا بالفهانا والشيفاء الله انا نسيت العيش ثانية واحدة سهرة كلوا يا ويدنا حلوين لهنا والشيفاء شقيان يا كمال يا تولي النهار حبيبي الفهانا والشيفاء حبل رحمة يسري امر يا باشر قطر خيرك يا حسين باشا والله ما عارف اقول لي سعدتك ايه بس عيالي غلابة غلابة قوي وملهمش في المشاكل خاص بعد كده ما تخليش عيالك يسرحوا في الشوارع ويتسولوا عمومي اما معرفت ان هم أولادك كسبتهم المراري عشانك المرة الجاية هاخدك معاك لا والله يا سعدتك باشا والنبي ومن نبي نبي عمري ما زرحتوهم ده انا حتى كنت مقدمانهم في مدارس حلوة قوي بس اعمل ايه بقى النصيب ما كملوش فيه خلي بالك منهم يا ممي ما يصحش كده مش معقولة أولادي كل ما يروحوا يتفسحوا في القسم يشوفوا المناثر دي خلي بالك منهم يا حبابتي ولواصتي اي حاجة اطلبي من حسين بابي وقعدك كسفي حاضر حاضر يا ست الكل يا طيبة احنيلا انت ويرب يخليلك يا رب البشا البابي وولاد البشا البابي اعمالي ايه ايه فيه يا باشا مالك اه لا 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 اه ايه فيه يا باشا فيه اه ايه 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 ده ايه اللي انت عاملانا ايه بيبي دي بامية بيبي لا يا ستة هانم دي بامية بالمساقعة بس حلوة قوي وحرشة بالفلفل بالفلفل ايه ميت مرة قلت محدش اقضي فلفل في البامية البامية كان حامية لا يوال وبالو حامية دي جميلة وزي الفل يا باشا تيجى دي طاعمة طاعمة وبتبقى حرش حتى موز ايه ايه اه حرشت ايه معلوش يا سماعت معك بس بسرعة هو يا فلفل لازم يسمع بسرعة وبعدين حرشت ايه ايه انت هتاكينه على مزاجك وعلي على مزاجنا احنا معلش يا باشا بالنبي 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 ما قلت تعرف مزاج سعدتك كاماليا اللي معرفش مزاجي ما يحطش ايده في اقلي اوكي اوف كورس بيبي ايه هتزعل نفسك وبعدين بقى يا ممي ما يصحش كده يا ماما قلتلك ميت مرة البيبي بتاعي ما بيحبش الفلفل ركزي يا حبيبتي الله ايه يا كاماليا هو اي حدي ما عدي في الشعي حط يده في اقلي وبعدين اعمل انا ايه بازلاتي في بامي اللي بازل دي جدك العرب شكرا يا باشا قطر خيرك الله يجبر بخاطرك يجبر بخاطري ايوة انتي بتتاريال ايه يا أولية لا اقسم بلالا ومسكدتيش اروح املك محضر اختيال زابط شرطة بالفلفل نهاري سود وبليل اختيال زابط شرطة بالفلفل اه والنبي وبتنبى النبي نبي انا معرفش عده اختل صرصار بالشطة ده غلبانة غلبانة وعندي عيال برب يوم يا باشا والنبي قولي قولي البابي باشا اه اه اقول ايه انا عندي كلها بتقوحوا اعمل زلهم ايه ولادي يا منانا 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 اه 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 خدتني يا سي شعبان كملي والنبي كملي حلو قوي دي اكمل ايه انا خلاص خلاصت تنظيف وعايز حسابي بس كده يا امر ده نعمية ليك ها متشكر يا اول ما يخديك بالتناك كثير مافيش حاجة تكتر عليك يا امر في ايه في ايه الله يخليك الله يقبر بخاطرة ما تقومرنيش بايحاجة تانية في الحية انا كنت عايز اطلب من ساعتك حاجة بس مكسوف كل حاجات ادي بياجسوف اقومري لا انا انا عايز ايعني لو ممكن تشغل عيالي معاك في اي شغلات أحسنًا حيضيهم مني خلاص، خلاص مش عايز نكد ده أنا تحت أمر عيالك وم عيالك ومك وكل الدنيا تيت Why you didn't check the rest Maia I hate you I have a noise and eyes and everything No? I have war Good bye now إيه ده إنتي وقفنا ديك هنا بتعملي إيه وما خلصتيش شغلك ليه وإنت بتعمل إيه نامي سوسايبي السوبر ماركت ليه لا أبد أنا أصلاً أنا كنت محصور بس شوية فقلت أطلع أدخل الحمام إيه اللي إنت بتقوله ده وبعدين الحمام من هناك إيه اللي موقفك معاه هنا أصلاً هي عايزين أشغل عيالها شغل عيال مين؟ عيالها دي دي عيالها دول مدشردين تشغلهم إيه لا والله والله يا ست هبة أبداً دول كويسين قوي وغلابة غلابة خلاص خلاص إنت هتشحتي هتشحتي وعموماً أنا أهم حاجة عندي الأمانة لا ما تقلقش يا ست هبة أنا مربي عيالي على الأمانة 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 وإنهم ما يمدوش إيديهم على أي حاجة مش بتاعتهم أبداً ونعم التربية خلاص وعلى فكرة لو عملوا أي حاجة ولا هيهمني هتردهم برا زي الدونكس وإنت معيهم مفهوم أستأزمكم أنا 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 أوكي لا استني خلتي الأكاونت بتاعي لا والله العظيم والنبي ومن نبى النبي نبي أنا ما دوقت أحاجة اسكتي اسكت أخدت حسابك لا ما أخدتوش إيه أنا مش بتحسابي ما أخدتش حسابي ميسا أيوة حسابها 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 رلاص إنت هتعمليهم علي يلا تفضلي كفاية 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 رلاص فهمت تفضلي وما تنسيش بقى تبعطيلي العيال على السوبر ماركو حاضر كتر خيركو يلا أستأذنكو أنا فضال العواب العواب مبسوطة وراي 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 حاضر 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 موسيقى 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 ؟ إيه 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 الي بتعمليه ده فيها يا عيب يا سيسمير ب賻لك إي بعد ما تسياق الصالة سيئني أنا بحبك يا بيت أحب وعايز أتجوزك وأتجوزك وأشغلك ممرضة عندي في العيادة أنا بتظهر أنا بد ننظير وإنت حوان نهر العمارة حوان أنا وإنتي ونخلي في عيالي ضحوان برضه عيب يا دكتور سمير عيب كده أنت راجل كمل ومتجوز ست كمل وبعدين ست رجعت شفنا ما تشوف رجاء شرعي بيحل الأربعة رجاء تلاتة لوحدهم وإنت الرابعة وبعدين رجاء قطع الخلف بقى ست رجاء قطع الخلف وإنت إيه؟ ما أنت قطع مية ونور وقطع نفس وكل حاجة وبعدين هالست متجوزة متجوزة؟ هطلعك من أبو العلام الزوجة التانية الحين يا استحفيزة إيه يحسر ده؟ يانهارك أسود ومنيل متعمل إيه؟ والله العظيم ما عملت حاجة؟ والنبي وبن نبي نبي دا سي الدكتور سامير هو اللي كان بيال لأدبه اخرى سيألت الأدب دكتور سامير حيبوصلك انتي يا دارتي يا سوفاج جازي والله ما مسحت بالجلد أنا حتى مسح بالفنيك لا إيه الريحة دي لا بتمسح بحاجات غريبة وكانت عايزة تعتجي علي وتغتصبني دهاري سود أنا؟ أيوة لا والله العظيم ده هو لسه كان من شوية عايز يطلقني من أبو العلا ويتجوز يتجوزك انتي؟ دكتور سامير جوزك انتي؟ إزاي يعني؟ لأيك انتي أحبتي لقات التقصير قدامه عشان توقعيه أيوة 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 إلزاك انتي ما يعودش هنا خالص اطلعي برا ما تعتبيش البدة تاني فاهم ولا يلا برا واباد أنتو على أبضللية ومفتريين وعايزين تاكلوا علي أوكراتي أوكراتي حبيبتي ملكيش عجلة أنا والحاجة برا يلا خلاص خدي باها ورقو صلنا شوي حزبي الله ونعمة الوكيل فيكو على مضللية ده أنا بجري عليكم لحمة ويتامة كناست عليكم السيدة والحسين إيه ده؟ مرة مرة ياختي خارجة خلاص مرة وخليكي لا خليكي تمرك انت استنى مما أضربها استنى عايز أضربها عايز أضربها في بقاها اللي يسوأ واللي ما يسوأش بقى ينهش في الأحم مش كل تيرى اللي يتاكل لحمة يا بيت وقدت لحمك مر أنا مجربه هو ده اللي ربنا عدرك عليه بقولك الناس بتنهش في الأحمة فاكريني سهلك مني بخدم في البيوت اللي يفتكرك سهلك بقى مدعي عليه انت مراتي وأنا مجربك كويس يا سلام لعلمك بقى الدكتور سامير جوز الست رجاك أنا عايز يبصني بالعافية طالبها بالعافية مش بالرضى تبقي شريفة وافرح بك ما زعلش نهارك يسود يا راجل يعني انت مستنى واحد يمسكني من جسمي واكسر له دراء عشان تعرف اني شريفة حلوطك يا سبع الرجال أنا متأكد يا حبيبتي وعارف فين غير حقك أنا بقى تعبت من خدمة البيوت آه من كتر اللي بشوف شوية صاد لحد ما نحوش تمر التوكتوك وتشغل الواد سولي عليه والبلي هتلعب والأشي هتبقى معدن انت هتجنيني يا راجل حتى التوكتوك اللي بتشغلنا كلنا علشان نلم تأمل ومش هتشتغل انت عليه وحتشغل عليه الواد الغالبان وماله خلي الواد يعتمد على نفسه يعتمد على نفسه ازاي اذا كان ابوه اللي مفروض يتعلم منه المرجلة بيعتمد عليك حيتعلم منه يا اخويا المرجلة لما نجيب التوكتوك ونحوش تامنه نبقى نحوش كمان تامن مقرباص وساعتها ممكن أبقى اشتغلا عليه موت يا عالي قضي موت يا حمار مش مكسوف من نفسك يا راجل بقى عيالك هم اللي شغالينه وبيصرفوا عليك وازعالي دول عيالي وانا اللي مخلفهم مقصر فعليكم السلام اعوضوا يا حبايبي اعوضوا كلوا لقمة يلا مش لما يسلموا علي ابوهم الاول ويدلوا قراد النهاردة حرام عليك التقل لال عيالتي عبانين وعلى لحمة بطنهم الصبت بيكلوا يا حبايبي بيكلوا ماشي تاني على طول ماشي 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 ده انا خلاص بطني اتدودت تحب اجيبلك نفرسك ويرحمك خلاص بتتبطروا علي النعمة من ساعة ما شفتوا الرؤوني واللمشم اللمشم؟ يا اما انا عايزة دو طعم الكفتة عايز اعرف طعمها كفتة؟ عرفت اسمها منين ديات؟ يا با دفدل موقفنا ساعة قدام محل الكبابجي عشان يعرف بس بتتشوي ازاي عالفهم؟ انا مش قولت قابلي كده بيت مرة ما تقفوش قصات محل الكبابجي يا اولاد الاكل بتاع السوق ده بيجيب امراض خبيسة دلوقتي خديتك النخوة قوي خلاص يا عالي معلش مش هيعمل كده تاني فهمه بالراحة غلوبت غلوبت اقولهم ان اكل المطاعم ده بيجيب بلاوي يا قلب امك يا حبيبي دول بيأكلوا الناس لحم حمير مفيش احلى ولا انضف من اكل البيت ده حتى لو رحم كلاب فين اكل البيت ده اصلا؟ يا وات ما تتبطرش على نعمة ربانا حتزول يا ربي ياما ممشي زول اخراس يا بيت الاحسن احرامة من العشن احسن يا اما ده حتى في دود مالو يا بيت الدود هو فيه احسن من الدود ده كله بيتامينات هيخلي شعريك كده سايح ونايح ايه ده؟ ده بيمشي وانت اول مرة يا اخويا تعرف انه بيمشي؟ كل وانت ساكت غمض عينيك وكل بصل معها يا حبيبي كل ما تحسش بتعمق يلا استني قلبي حالي ومعتلهم حد الجبنة اسطنبولي امرنا لله عشان ما نبقاش حرمناهم من حاجة طب بلاش يا اخويا تفرد ايديك قوي كده الاحسنية معه ما عندك حق ما تحسش بتعملي ايه بيت؟ طبيع وفين فلوسي الحاجة اللي تلعد دي؟ لا دي ستة غلبانة قيتلي هكيف فلوس اول الشهر اول ايه؟ اول الشهر يا روح خالتك؟ بأمرت ايه؟ احنا هنبيع شكك؟ يا عمي دي ستة غلبانة ما كانش معها فلوس ما كانش معها فلوس؟ وغلبانة؟ انا لو فتحت بقى المحل بتاعي لأي حد غلبان هيجا تديله البتاع؟ اشهد واقفلها احسن والله يبقى ليك الجنة قيت الحاجة اللي طلعت شكك دي؟ لا ما بطلعت شكك غير للناس الغلبة الناس الغلبة دي يعني امينة اكيد مش هتضحك عليك ايه يا جننيني؟ ما تطلعيش حاجة تاني شكك تاني خالص الله يعود على اللي راحة الله يعود على اللي راحة خد يا هات طلعت الطلبات؟ اه طلعتها فين فلوس؟ ايه يوعي ثانية واحد هلو؟ ايوا يا حاجة اموري ايه؟ طب اقفل انا هتصرف حاضر عين يا فاند عين معال في السلام فاند معال سلام انتي طلعت طلبات الست نعماتي طلعتها من بدل طلعتها كاملة ولا نقصة؟ جدتها كلها لسولي طلعت يا لسولي السد بتقول ان الطلبات نقصة نص كيلو جبنة وعيل بتونة وكيس شبزي ورغيفين عيش ايوا صح ايوا صح اتكالتي قد الطلبات اللي بتاعت الزباين؟ ونعمل ايه لا قلت تجاعان؟ قلت تجاعان دا كل طلبات الزباين؟ انا هلاقيها منك ولا؟ ايه بشي يلا؟ ايه بشي انت واي؟ يلا مش عايش شوفكو هنا تاني يلا يا مي طب ثانية واحد مين بقى الحساب بزعناك؟ حساب ايه؟ ما انتكالت الطلبات؟ والغندورة اختك ما شاء الله عليها طلعت الحاجة سبيل يلا مفيش حاجة انا احنا كده خالسين اه خالسين اه ايه يا وات لو اتزغدني فكت في الا ايوة يا حاجة شوزة والسيسة ما ماش كلمة والسلامة دي حاجات كتيرة يا اما لو ناوي تحبيني ايه يعني قلبك حنين ايه؟ ايه يعني رمشك يجنن طب ايه يعني قلبك حنين ايه يعني رمشك يجنن لو حلو انا برضو حلوة بتجيني واقولي حلو لا تخاف ولا تخاف طب على الخير كمان؟ اهلا 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 بزيك يا امونا اهلا ايه؟ بخير يا ست الكل ربنا يخليك تحبي بقى جيبلك تشربي ايه؟ حبيبتي الحقيقي بقبات الشاي بفعلتي قربوتي بسرعة من العندية قبل العندية ده انتي كلك خير وبركة انتي اللي جبتيني اشتغل هنا يا حبيبتي ما تقوليش كده اخسى عليك لانحنا البعضين اي حاجة عيزارة تحت امرك ما تتكسيش الله عليك يا كباليا الله عليك المجنب لايه عليك احسن من ست الخنيقة اللي كانت عادة معانا اوه يا تيتو اوه يا تيتو ليه كده على صفحي بتفكرني بالاشكال دي ارجوك ارجوك مرفقنيش بالاشكال دي خالص يا ساتر خاري ست كماليا اول مرة شوفك يعني بتشتمي في حد قوي كده لا 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 الست دي بالزد استحق الشتيمة الستيتي ما شوفتيهاش ده دي ست رزلة وخلصة وثيكة كده وشايف نفسها حلمة وأمورة وهي في الحقيقة شبه مروة عبد المنع ست مروة عبد المنع من الممثلة والنبي دي دمحة شرباط وزي العسل بتحديها؟ قوي قوي دي صفكة اه زوجك مش ولا بود بس هتعمل ايه؟ هيا ازواء ازواء بعضة هاسبكو بقى ببضل خالة كوباية الشايفة بقى عامة خللي يا متنة انا مش عارفة ولا ايه؟ بواحد دي لكوباية الشايفة الخمسين ما جبتش كوباية تغيارة بقى انت عشقنا بينا على المزاجك ما بشارك كوباية كبيرة دي بشايفة الخمسين خلاص اقولك ابقى عشق بنص الكوباية انت هتشربين على المزاجك يا بات هدي غوري يا بدي انشي غوري حاضر هغور من غير دي احلى اخد دي احلى ارمي يا عم خاشر جدا عليك اتنين شاي وواحد حاجة ساعة يا دي النعص يا دي النعص انا معرفش ليه عندي احساس كدا انك بتيجي القهوة دي مش عشان تلعب طاولة عشان تشرب مشاريب ببلاش ايه هتقول ببلاش المشاريب دي انا باشربها بمجهودة انت النهاردة مخدتش ميني ولا اشاعة دهورني وانا قدك يا استعالي ده انت طلعت مجرم في الطاولة وقال انا فاكر نفسي التوربيني معلش بقولك ايه تلعبني على بيتكو يا ايه الا البيت اللي استعالي انا وعيالي يا راجل ده بيت مهكع انا خايف يقع عليكو على عيالك امان لو كان مسك نفسه شوية كنت عملت ايه ايه استعالي انا وعيالي بقولك ايه ما تبيعلي السقف المشاقة المنايب بستين نيلة ده واجبلك مطرحين لوكس ايجار يأ سيبك من البيت ده خالص انا عايزة اجوز البيت ما تشوف شغلك هلا انا مش اهلك عالموضوع ده من زمان اولا ما تقولش هلا ما تقولش هلا وبعدين البيت صغيرة البيت لسه صغيرة صغيرة وماله انا عايزة اسطرها بدري بدري وماله طلبك عندي عندي واحد كسر الخمسين بس ملهلط شوية اشتغلين موظف حكومة ومرتح اوي كتاب مفيش موظف حكومة مرتاح دول عاوزين صادع يا ابني لا ما انا مقولت لكش ده موظف حكومة مرتشي قد الدنيا لا يا ابا هتظلها بيني وبن الحرام خلاص طلبك عندي عندي راجل اعمال كسر برضو الخمسين بس المواغذة يعني ما بيخلفش بس عايز يستقر اسمع انا عايز واحد قلبه ووما كده مش كواز كواز يعني انا عاوز واحد يأمن لنا مستقبلكم يأمن لكم مستقبلكم فهمت طلبك عندي عندي شيخ خليجي يا حلولي ألا ووافق على البيت بيتك هتجا ايه مغارت علي بابا واتفتحت لكم حلو اديني في الخليجي هيدفع مارك ايه لا ده بيدفع باليورو بس بقولك ايه انا باخد على الالف خمسة وعشرين هموت في اليورو ما تشغلي معاك يا ابن الحريفة يا ساتر عالقر يا ساتر شايا على حلوة ديئة مستاجن في البدرية ويبتين كبير وعدنا يا رب وعدنا وعدنا بعربية حلوة كده وما يعني اللي بيتكابوا العربيات دول أحسن بيننا في ايه دول نصوهم حرامية والنص الثاني معفنين مين دول اللي حرمية ومعفنين يا ستنتي؟ استاذ سامح صباح الخير ايوا استاذ سامح صاحب العربية اللي انت بتخسيلها دي وشايفها حرامي ومعفن لا العفو يا استاذ سامح انت معفن اه انما حرامي لا يمكن ابدا انت بتقول ليه يا ستنتي؟ ما بقولش حاجة طيب شل ايدك المعفنة من العربية بتاعتي شلتها؟ يعني خلاص ابطل غسيل؟ ايوا بطل غسيل ومكوى واتكل على الله حاضر طب ايدك بقى على الحساب دنائلي دي اللي حشديك على افاك افا مين يا معفن يا شبر ويطع ياللي بيشبكولك عشان تطول الديركسيور هو اتمكنك يعاني عندك عربية حلوة جميلة دايتي تروح عمل فيا كده؟ ماشي ماشي يا خويا يا معفنين على الابو اشكالكو على الخوف مجنونة دي ولا ايه؟ ماشي 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 انا فيها ست خطتيني فيها ايه؟ انتش بتعملي انتش تاني؟ ايوا انا تاني ده أنا شطر اوام اعادهم في بيوتهم شطر ايهم اعادة مين في بيوتهم؟ ده انتش يسايماني الشقة جوهم بهدلة ده انتش بخليالي رسابشة بتاعي كله تراب 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 معلش انا اسف عبادخل انضاف لك تاني ايوا تدخل اتنضافي تاني وثالث ورابة وبعدين ايه ولا ديك دول؟ مفيش اطفال كده عيالك اشقية جدا يا ست ده كل العيال اشقية ايه خرسي؟ عيال مين اللي اشقية؟ انتش عايز تجيب عيالك انت للشلدرن بتوعي انا انا الشلدرن بتوعي نسمة 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 ايه يا دي النسمة ممال العصيفة تبقى عاملة ازاي؟ دمك خفيف قوي الحقيقة خلسي وانجزي ونضافي بزم زمت ايه؟ لا حرام عليك وبعد اعمل ايه اكتر من كده؟ اعمل ايه؟ عمارات كوزخة زيادة عن اللذوق جربت فيها فنيك مش بحوة بعد كده حبقى استعمل مية نار فنيك؟ انت بتنضافي العمارة بتاعتنا احنا بفنيك؟ عمارات يمي صيوف امي صيوف، بين تتندق بفنيك؟ ام الفن الشوارجال؟ اتجاه؟ الإيه حضرتها؟ البابل باث؟ لك نسيت البره الثالثة البابل باث، ايجا انا افهم اخدي بقى عشان تنضافي كويس لا خشرا فى الخدي اخدي جوال كليني لازلت لا داه يا خرب بيت مغفرينك يا دي اليوم اللي مش فايط اللي هم طولك يا روح انت لسه مخلصتش لا لسه مخلصتش هديني شغالهو احنا هنفضل طول اليوم نمسع في البيت ده ولا ايه مساح تفوق مساح تفوق بتاحته كل حت وديني المال السلالين ده كله اعمل لك ايه بقى ما سكان العمارة بتوعكم نزلين طالعين لما بيلطخوا الداني انت مش شايف اللي دخلت ديه مش هرشرة طينا قد ايه لا بقى مش هينفع كده قمت استنيت اتنيلتها ببابت بسحت لما يتزفت وينامه انت كمان بترد علي شكلك كده بتزن على خراب عشك وعيش نمشيك بالنمارة اوه تمشيلي ليه يا مغاوري ما احنا كلنا يا اخويا بنستارزة مغاوري 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 هقف كده من غير بيه ايه الجراد النامت والكوبهات جامت ايه بقولك اه يا استاذ جردل امشي من قدامي الساعاتي من المغرأك بالجردل ده 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 يا خربات هاللي خلي فوت انت مش عارف انت بتكلم مين اوه هكون بكلم مين يا بواب عمرت المجنين يا بيعين الطين يا فشلين ياللي بتاكلوا السمين وطول النهار نايمين ياللي كلكم شمال ومفكوش واحد يمين يا عالم يا زبالين يا زبالين يا زبالين وما فيش حد احصل من عالم يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا ده اين نور ده نورت وام الدنيا اهلا بيك يا خدي هو مين العارس ومين ابوه انا شاركي الاتنين كده شكلهم اخوات يا اهلا يا اهلا منوري اهلا بيك يا خدي انا نواف ببغي عروسة صغيرة قلبوزة واني ممكن اقدم لكم نفسي انا اصغر واحد في خواتي ما شاء الله خواتي دايما يعملوني كولد صغير رحت للحلاك قلت له اسبغلي ابيض اسبغلي ابيض عشان يبقى فيه شوية وجار طبعا الوجار مهم اه مقبول وقلت يعني عشان بدي اتجوز خاصة اني ما اتجوزتش غير خمس مرات بس بس يا خيدي خلبان هاينا انما فلتهم جبار في السن باحد عشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين وانا ما ابغي الان هالحين غير بنت تكون خمستاش ستاش سبعتاش ايوه وغير كده ما ترداش او تعضيها تناش وانت سعد الشيخ انا الحج مسعب ابغي عروسة حلوة حلوة وتعرف تعمل شاي نسكافي قهوة مصبوطة حلبة خاصة ابغها والله ابغي الحلبة والله والعروسة وكمان حاجدم مهر مليون ريال ومئة ماكة حمر هو فيه ايه؟ هنجوز البيت الاثنين ده حرام اه يا عورني الكلب لا الكلب ليه؟ سادة دي مصلحة مصلحة ازيه؟ اه اه هو انت جاي يا حج انت هو مع بعض والله انا معرفه انا جاي وحدي انا ابغي عروسة بسفوسة بقلوزة اه انت داخل المحل حلويات ولا ايه حاج؟ انا ابغي حلويات يا حلويات ما تحترم نفسك يا سادة الشيخ دي مراتي دي مش العروسة وانا ما اعرف هذا السلمة واول مرة اشوفه انا ابغي عروسة صمرة خلوة ننوسة شبه كباية الكركدي او الخشاب او ده جاي حلم عندنا ولا ايه؟ لا بعبيد شوفي يا حلوة يا حلويات انا بدفع في العروسة خمسة مليون يا لحوي انا بدفع عشر مليون وبكرتين بدفع احداشر مليون اتنى عشر مليون وكركديت عشرين مليون بتجود الصغيرة وباخد هادي امه دحكة جميلا يا ربي يعني الواحد يبيع بنته ويطلق مراته عشان يعيش روحي انت طالقت اوه ورمي, اوه ورمي ما انا بريه قلت لي حديث معكين يا شيخ نواف ما تبغيه يا جميلة الجميلات انا مش هينفع تجوز الراجل ده يا سولي واتي مين قالك اصلا ان انا هجوزه لك انا عمري في حياتي ما هجوزك جده انا خايف هقوي صراحة وأنا كمان خايف يعني أنا أنا بقول لك أنا خايف عشان تطميني تقوم إلي أنا كمان خايف وتخوفني أكتر يعني أنا أكذب عليكي طمينك إزاي وأنا خايف زيك ويمكن أكتر منك كمان خايف من إيه؟ خايف أخش البيت أنا كمان خايف هرجع لأبويا وامي قوي ما تقوليش يا باية وامي إحنا لازم نهرب نهرب نروح فين؟ معرفش أي حتة إحنا كذا كذا لأنا وإنتي بنشتغل وبنصرف على نفسينا طب وهننم فين؟ أي حتة بتصلى حتى في الشارع محدش هيسبنا في حالنا يا سولي أنا مش هسرق ولا هسمع كلام عيالي الحارة ويبايع مخدرات معاهم أنا مش هينفع تجوز دلوقتي أنا خايفة قوي يبقى نفيش غير حل لواحد إن إحنا نهرب ولو موتنا هيكون أريح لنا أما تجوزونيش ما تجوزونيش أنا لس صغيرة أماي 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 الشرقة إيه أماي إحنا مش بنتبهضل إحنا في بيتنا بيتنا وإعاد إن أنا بضفق كده مالله أخير في بيتك حسن نشوف أمك فين أمك تاني أمك تاني أمك تضيف أمك تضيف أمك تضيف أمك تضيف أمك تضيف ذلك في ايه أولاد في ايه عد صح و أخوكم صحيzen один أمك تضيف أصلاً أنت اللي نمت طب خدوا خدوا عدوا بي أنا عايزة نم يا مامي إحنا عايزين ننم دمبك ليه يا حبيبي سبتوا سرائركم ليه بس ليه؟ احنا بنحبك قوي يا مامي حبيبي أربوك أنا كمان أنا كمان بحبك قوي حبيبي نم بقى شوية طيب نمي يا مامي بس إحنا عايزين برضو ننم في خاطنك مامي بعدين يا حبيبي أنا نم بتلتك أو بي سمعيا في السيلي اللي أحرم عليكم مامي في كابوس وحش قوي في القدى بتاعتنا مامي معلش حبيبي مامي معلش أنا خايفة قوي نم لو واحدة ما تخفيش حبيبي تخفيش ما تخافوش طول ما أنا معيكو حبيبي مامي إيو عاطي بينا خليك جنبنا طول عمرك حبيبي مامي تخافش حبيبينا جنبكو على طول إحنا بنحبك قوي يا مامي مش هم زعالك أبداً تاني خالص طيب ورحلة المالديفز والرحلة التانية اللي كنت عايزين طلعها فين؟ هواي باين ولا إيه؟ والعربية اللي بيستهواء إيه ظروفة؟ مامي إحنا مش عايزين أي حاجة ولا عايزين نروح رحلة ولا عايزين العربية بسواء إحنا عايزين نروحة الجنبي كنتي توتاني جنبينا حبيبي حبيبي أنا بقى حطلعكو رحلة اللي إنتو عايزينها وحمل لكو كل اللي إنتو عايزين بس أهم حاجة تنجحوا في المتحانين سمعين؟ وحمل لكو كل حاجة بجد يا مامي؟ بجد يا حبيب مامي أنا عايزكو أحسن ناس في الدنيا إنتي أحسن أم في الدنيا يا مامي وإنتو أحسن عايزة في الدنيا وإنتي أمر إنت إيه لمسحيك؟ إيه بغتك يا عمى؟ ما تبهدلتش في الأمي زي ما إحنا تبهدلنا Neden تبهدلتش في الكون؟ بقد أتعلنا